عسلة ماش نحوالكم ان شاء الله يارب تكونوا بكلكم بخير و مرحبا بكم مرة اخرى فيكم جينتي مازلت امواصلة معكم في سلسلة الحلويات بالبرتقال اليوم جيتكم برسات طلعتها لكم ملقاعة الخابية اعملتلكم اكعبت يويو بالبرتقال الرسات هبية يعملها نسق بل يعني في فصل البرتقال لازم يعني اكعبت اليويو يكونوا القوم تاحهم بالبرتقال والحاجة المختلفة في اليويو وهذا انه يجي ياسر هشوش و زيت فيه اتجرميشه عكس اليويو العادي اللي نعملوه يعني اتوينس الكل قد ما يبقى اليويو معاكم في الدار يبقى يتجرمش وهشوش هشوش على الاخر و كيف تحطه في الزيت كي تبدأ تقلي فيه يبدأ يعني يتنفخ بالوقت و يجي عكس اليويو العادي و زيت كي ما تشوفوا التقس سجعني اللي مطر تصب عنا والتقس الدنيا باردة قلت لازم هيكه لقيوة العشية نعمل اكعبات اليويو مع ركشة الدار حسيلو بنا منحكي لكمش برسات ياسر بسيطة كي ما عودتكم و بمكونات بقدرة ربي موجودة عندكم انسكول في دياركم و مكونات بسيطة 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 أبسط منها ما فمش يلا طو تبعوني للاخر باش نعريكم طريقة التحضير اول حاجة نبدأ بسم الله باش نحضر اكعبات اليويو متاعي هونيا في شقيلة واسعة كي ما تراو باش نبدأ نحط كمية العظام اللي هما تلافة اكعبات عظام من المستحسن في اي حلوب كان العظام يكون على درجة حرارة الغرفة هونيا طو سر اليويو باش يجيكم ياسر فاوح وبنين باش نبرش عليه يعني الزاست امتع البرتقانة ناخذوا كعبة يعني امتع ليمو نحيولها اكل الزاست متاحها لقشور هذاك الكلم الفوق الاحمر مو المستحسن كي ما داوصيتكم في باقي الفيديوهات ما نوصلوش يعني للقشرة البيضة باش ميجيناش اكل مرارة متاع كعبة البرتقاء هونيا زادة كملت حطيت شوية روح امتع البرتقان كان ما عندكم مش مش ضروري تنجموا تعوضوه بقشور الليم الشايح طو باش نبدأ انخلط في العظام متاعي بالفوية تنجموا تخدموا حتى بفرشيطة يعني مش لازم تخدموا فوية كيما يخدموا ناس قبل هونيا طو كما لضفت كمية السكر كيما تراو كاس مليان المعيار متاعو 200 جرام يعني 200 مليلتر كاس سكر معبي كانت تحبو تنقصو في الحلاوة تنجمو اما راهو ميجيكمش حلو برشا الحلاوة متاعو معتدل هونيا نفس الكاس هذاكا باش ننقص به باقي المكونات حطيت نصف كاس زيت نباتي تحبو تزادة تحطوا زيت زيتونة يجيكم ياسر فوح اما اني استعملت زيت نباتي طو زادة حبيت انواريكم زادة كيف كيف بنفس الكاس هذاكا قصت به كمية البرتقال عصرت خذت كعبة بورتجان عصرتها وحطيت شتر كاس يعني 100 مليلتر طو باش ندخل المكونات بكل في بعضهم انخلط يعني امليح مليح وباش ننحي طو الفوية باش نستغن عليها باش نبدأ اندخل كمية الفارينة اني هونيا الكل في الكل استعملت 650 جرام لأكثر والاقل بالضبط يعني 650 جرام وانتو ما بينسير عينكم ميزانكم ديما الفارينة دخلها بشوية بشوية على خاطر الفارينة تفرق فما فارينة تشربو فارينة لا كملت حطيت واحدة خميرة مرتبات وباش نبدأ اندخل الفارينة مليح مليح في الباقي المكونات وراهي حاجة اكيدة ونأكد لكم عليها اليو يورهم يتعجنش اللمو لما نبدأ و اكي كلمو في العجينة بتاعنا من غير ما نعجنو كما ريتوا بالطريقة هذي لننكمل كمية الفارينة الكل وحاجة اخرى نبقى انوصيكم عليها الفارينة ما تحطوهاش الكل على خاطر راهي تنجمو يعني تستعملو اقل شوية من 650 وإلا اكثر شوية تبدأوا تلم واللي انت تلم الى عجينة متاعكم هذي القوام اللي تحصلت عليه في اللخر عجينة تتلصق شوية في الليدة خليها كاكا تتلصق على خاطر بعد اليو يو يو يشربو يشيح بالوقت يعني دبع ما تحطوه على جنب دي جا يشيح هذه التكستير اللي حاشتي بيه طو بش نحطوه على جنب نغطيه يعني حاجة اكيد نغطيه بش ما يشيحش وبش نبدأ نخدم اكعبات اليو يوم تايب الوقت اليو يو راهم يستحقش بش يرتاح لحتى شي نخدموه بالوقت وطاو هونية بش نحضر البلاسة اللي بش نخدم عليها واكيد الكويس هذاكا لازم منو بش نطبعو بيه حبيت كل شي نخدمو بالطريقة التقليدية وناخذو اخطى متعدة ببوسة زادة نحطوها على جنب واكيد صحفة تكون فيها شوية زيت بش نيعاوننا هكاكا بش اليو يو مالسقناش على البلاسة بش نخدمو عليها هونية تاو كيما ريتو حاخذيت الققيمة متاع يو يو حليتها بالطريقة هذي وبش نبدأ نطبع اكعبات اليو يو متاعي الطريقة هذي غنية عن التعريف يعني الناس كل تعرفها وتوانسل كل تعرفها حاجة سهلة يعني ما فيها حتى شي تطبعوا كيبات متاعكم هكاكاك انتما بنسبة لسمك الكعبة او كبر الكعبة انتما وشنو تحبوها كبيرة صغيرة اني هوني عملتهم متوسطين والحقيقة جيوني ياسر يعني منفخين على الاخر على خاطر هو كيما قلت لكم اليو يو هذايا كيتحطوه يعني في الزيت يتنفخ بالوقت عكس اليو يو العادي على خاطر فيه هكي البردجين والبردجين حامل هذي يزيد يعني اعاون اليو يو بشي تنفخم لي حملي حملي حتى نوريكم بعد كيفاش الكعبة جاتني حسيلو تحبو تعملها اصغر وشوية هني ايني قلت لكم راهو حطوا في بالكم اليو يو راهو دبق ما تحطوه في الزيت بشي تنفخ بالوقت وطاو انكمل هكيكا انحضر اكعبات اليو يو متاعي منكملش الكمية الكل اول ما نحضر اتبايق نمشي نحضر الزيت يعني انسخنو مني ننقلي مني يعني نطبع الكعبات هكيكا بش منضيعش الوقت وطاو اول ما حضرت اتبايق منيش بش نستنى انحضر الكمية الكل بش نسخن الزيت متاعي هيكيكا مني نقلي مني نحضر الكعبات دجاه هي الكمية منيهش كبيرة يعني ما تشدش برشا وقت ستقوني في نصف ساعة كملتهم يعني في ساعة في ساعة بين قليانهم بين تحضيرهم من صيف ساعة وحاجة هابي اخرى حبيت نوري هيلكم حبيت رميت هيكا كعبة صغيرة هابيكا بش تأكد اللي الزيت متاعي سخن ولا نرمي الكعبة كانت تلعت الفقرة وهذاكا الزيت متاعي سخون طو هونيا بش نطيب اللي كعبات متاعي نبدأ نحط كعبات اليو يو واني راهو اليو يو نطيبو على نار هادية ما نحرقش نحبو يتيب بالباهي بالباهي دونك انوصع بالي ونطيبو على نار هادية على الاخر ما نزربوش جملة بش يجيني طايب من الداخل ما نحبوش يعني يحمار فيسع ويبدأ ملكد من الداخل ومتيبليش لا نخليه نصبر عليه نخليه يتيب في عقله وكيما ريتوا دوبا مرميتهم في الزيت ديجا تلعوا الفوق هذاكا بش تعرفوا اللي اليو يومتاكم ديجا يبدأ ناجح ومياه في المياه بقدرة رب يجيكم ياسر بنين ومني هيكا مني نقلي مني نحضر باقي الكعبات لننكمل الكعبات الكل طو كما تراو هيكا بعد ما تبدل لونهم اللوطة قعد نبغ نقلب فيهم وبالنسبة زادا اللون الكعبات متاع اليو يوم يجيكم اورنجي شوية يعني عكس اليو يوم العادي كما تراو ماشا الله وحاولوا الكعبات متحرقوهمش اني اليو يوم انطيبو مليح مليح لحقيقة وما نحرقوش ويجي يو يوم بصراحة مش نورمال ديجا الناس اللي تعيش هون بحظايا يشهدو باليو يومتاعي ونكمل هيكا نحضر الكعبات متاعي لكلين يعني نكمل الكمية حاجة نحب نقولها لكم بالنسبة للكشكوشة اللي جي في اليو يوم راهي حاجة صراحة ملقيت لهيش حل ايني واحدة من الناس شفت برشا فيديوهات على اليوتيوب والكل وجربت برشا افكار معناها قالوهم راني ملقيتش حتى حل والكشكوشة لازم منها راهوا توصعوا بالكم اليو يوم مادم ومخضون بالعظام راهوا ما فيوش حل هوني الحل الوحيد كي نرمي الكعبات يعملو الكشكوشة انحرق الكسارونة كي ما تراو بطريقة هيبي لين يعني تتنحى الكشكوشة ونقلب الكعبات متاعي وضاحوا يعني اول ما يو اليو يوم تراو نقلب الكعبات متاعي ونكمل نقلي هيكا كراهو كي ما قلتلكم وانتو ما فيو كومنتر كان عندكم حل قولولي النجم نجربو مرة جاية وهذا ما اكعبات اليو يوم تاعي كي ما تراو ماشاء الله شوفوا ماشاء الله قد جيوا من فخين تقول عليهم الكعبة تقول عليها زوز كعبات يعني بصراحة جي شوشة على الاخر يتقرمشها خفيف بنين 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 مش نور ما كي ما تراو ماشاء الله كل كعبة خير من نقطها بنفس اللون خليتهم يعني بنفس الكولير وطاو بش نتعدى انحذر الشحور متاع اليو يو نحبوش اليو يجيني شارب الشحور برشا نحبوش يخفيفو لكل دونك نخليه الكعبات اليو يو نخليهم يبردوا وبعد انحذر الشحور متاعي وهونيا بالنسبة لطريقة تحذير الشحور سهلة برشا حطيت زوز كي سين سكر نفس الكاس اللي قصت به اليو يو هذكا حكملت حطيت عليهم زوز كي سين ماء يعني قد كمية السكر قد كمية الماء وبش نخلي اكي الشحور متاعي يتيب في عقله على نار هادية اكيد عصرة القارس لازم منها ناخذو اشتر قارسة نعصرها يعني ونخليه الشحور متاعنا يتيب حكاية رباية ساعة هيكيك على نار هادية على الاخر بنسبة للشحور متاع اليو يو يجي خفيف يعني ميجيش ثقيل والكل نخليه يتيب وهو سخون كي ما تراو دجا ميلسقش يعني في الليد ما يعملش كالك عبورة والكل خفيف برشا هنياتو هو سخون يلزمو سخون بالباهي بالباهي باش نشحر الكعبات متاعي دجا الكعبات خليتهم يستقطروا من الزيت بالباهي بالباهي ونبدأ نشحر في الكعبات متاعي واول ما نحسوه بردك الشحور وكل رجوها الجازة هيكيك يعاوننا باش نجمو انشحروا الكعبات الكل ونكمل هكيكا انشحر الكعبات الكل بنفس الطريقة بنسبة للشحور متاع اليو يو هذيا ما نكهتوش لبعات رشية لحتى شي تحبوا تحطولو شوية يعني كان عندكم الروح متاع البرتقال كي ما حطت له ايني سيناء تنجمو تحطو شوية عصير هيك متاع البرتغان تخليو شوية كتاعصروا كعبة منلول هيكي كي ي Orion ريحته بكلها بوردغان. وهذا ما اكعبات اليو يوم تاعي كيما تراوا ما شاء الله بنفس اللون كل كعبة خير من نختها اكل لقة اكل فيه واللمعة ما شاء الله حاصيله جيبنين بنين بنين صدقون يهشوش يتجرمش يعمل الكيف حتى صغار يشيخوا عليها على الاخر اه حاصيله بنا من ورا العقل صراحة نتمنىكم اتجربوه. وهونية بالنسبة للزينة حبيت انزينهم هيك ونعطيهم لون ميزين هو لونه لحقيقياس الميزين حبيت هيك انزيدن زينو برشة بستاش سيناء زادة تنجمو تستعملوا اي حاجة اخرى تنجمو تزينو باللوز وإلا زادة تنجمو تزينو بنواد كوكو ولا بالجلجلين بالنسبة للزينة كيما ديما نقول لكم زينو كيما تحبو وتشتهو كيما ريتو ما شاء الله الكعبة قلت شنية يعني كبيرة برشة جاءت حاصيله والكل جيبنين بنين بنيني بنيني هبل ومع قيوة العشية كيما تراوا ما شاء الله قيوة تفوح مع رشة هيكة نتمنىكم تجربوه وترحمولي على والدي وكهوة وما بقالي كان قول لكم بسلامة ان شاء الله يارب تكون عجبتكم وصفتي لليوم وتجربها اكيد وكيما العادة والعويت اللي جربت الرساة متاعي نستنى ليروتور متاعكم اشتركوا في القناة